احترم سيادة الدول مبدأ لا تحيد عنه مصر في سياساتها الخارجية ومن هذا المنطلق جاء الموقف المصري منذ اليوم الأول لاندلع الأزمة السودانية حيث أكدت القاهرة ضرورة عدم تدخل أي أطراف خارجية في الأزمة وجاءت استضافة مصر لقمة دول جوار السودان في يوليو الماضي للتأكيد على ضرورة تحقيق الاستقرار داخل السودان والمحيط الأفريقية الذي يعد أحد أهم مرتكزات الأمن القومي المصري احترام سيادة السودان والتأكيد على عدم تدخل أي أطراف خارجية في الأزمة هدف تسعى إليه مصر منذ اليوم الأول لاندلع الأزمة أزمة تجلى فيها تأكيد الرئيس عبدالفتاح سيسي على حرص مصر على ضرورة اتخاذ خطوات جادة لحل الأزمة وحق ندماء الشعب السوداني الشقيق والتجنب الأثار السلبية التي يتعرض لها والحفاظ على الدولة السودانية ومقدراتها جاءت استضافة مصر لقمة دول جوار السودان في يوليو للتأكيد على ضرورة تحقيق الاستقرار والأمن داخل السودان والمحيط الإفريقي والذي يعد أحد أهم مرتكزات الأمن القومي المصري حيث تمتلك مصر رؤية كاملة ومتكاملة لحل الأزمة السودانية وتأتي التحركات المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح سيسي باعتبارها من أكثر الدول المعنية بإيجاد حل للأزمة وتغليب لغة الحوار وإيجاد توافق وطني على حساب المواجهة العسكرية فالدور المصري بقيادة الرئيس السيسي تجاه الأوضاع الراهنة في السودان يحظى باهتمام كبير من مختلف الأوساط السياسية الإقليمية والعربية والإفريقية والدولية وتتحرك مصر في هذا الإطار وفك استراتيجيتها الواضحة في كافة القضايا لضرورة إيجاد حل سلمي للقضايا العالقة مع الحرص على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة السودانية وإيجاد حل سوداني سوداني وإيجاد تسوية سياسية شاملة وعادلة هذا وقد أصبح لمصر دورها بالمحيط الإقليبي الذي يتمتع بالصلابة والقوة في إدارة أزمات وتحديات المنطقة وتوحيد الرؤية المصرية المتوازنة الحيادية التي تقف أمام كافة القضايا على مسافة واحدة مراعية حقوق كل الشعوب في الاستقرار والشعور بالأمن والسلم